السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم كل المتابعين الكرام وبرحب بكم على قناتنا الجميلة ان شاء الله باذن الله هنتكلم بالفيديو بتاعنا النهاردة عن سبع عطيمة ومشروبات بتساعد على الاقلاع عن التدخين وقبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو ما تنساش دعمكم لينا بيفرق كتير وما تنساش تسمع الفيديو للنهاية عشان يوصلك كل المعلومات المهمة لاننا جميعا شركاء في النجاح ويلا بينا على الفيديو يعتبر الاقلاع عن التدخين من الخطوات المهمة جدا جدا والصحية التي يتمناها جميع المدخنين ولكنها خطوات صعبة جدا جدا وتحتاج الى قوة ارادة ودعم كبير وطبعا فترة الاقلاع عن التدخين هتحتاج لاطعمة ومشروبات مهمة جدا تساعد على الاقلاع عن التدخين واللي بدورها هتحد من احتياج الجسم لمادة النيكوتين التي توجد في الطب واول حاجة معنا هي السبانخ وتعتبر السبانخ من الخضروات المهمة جدا جدا التي تساعد الانسان في الاقلاع عن التدخين لانها تحتل المرتبة الاولى في قائمة الخضروات التي يوجد باوراقها نسبة كبيرة من الالياف الغذائية ومضادات الاكسادة التي توجد باوراقها مع باقي العناصر والبيتامينات والتي يمكن اضافتها الى بعض السلطات او الاطباء الرئاسية المتنوعة تاني حاجة معنا وهو الحليب ولو حسيت نفسك انك بعض الاقلاع عن التدخين محتاج لمادة النيكوتين التي توجد بالسجائر على الفور تناول قوب من الحليب الذي يساعدك على الحد من هذه الرغبة في التدخين مرة اخرى ثالث حاجة معنا هنا وهي البروكلي وطبعا هنا هتلاقي في شبه كبير جدا بين البروكلي وبين الرئتين والبروكلي له اهمية كبيرة جدا 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 لجسم الانسان لانه يساعد في تنظيف الرئتين من الشوائب التي تركها اصار التدخين لانه يوجد به فيتامينات تساعد على تنقية الرئة من المادة النيكوتين رابع حاجة معنا هو الزنجبيل والارفة لازم كلنا نعرف ان الزنجبيل يساعد على تطهير الرئة من السموم الذي تسبب فيها التدخين والارفة تساعد على عدم التدخين مرة اخرى ويمكن اضافتها بمشروب دافئ او اضافتها على بعض الاطعمة هنيجي هنا بقى الخامس حاجة معنا وهي عصير الجزر ويحتوي عصير الجزر على فيتامين اي وكي وفيتامين سي وفيتامين بي الذي يساعد على تطهير الجسم من السموم والمعروف انه يعزز دائما من جهاز المناعة سادس حاجة معنا طبعا هي الكيوي وللكيوي فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصل والكيوي يساعد على اخراج النيكوتين من الجسم تدريجيا ولكن بشرط اضافته يوميا في النظام الغذائي اليومي سابع حاجة معنا النهاردة ان شاء الله وهو الشاي والشاي بمختلف انواعه يساعد الجسم على الاسترخاء ويمنح الشاي الجسم كمية من مضادات الاكسادة التي تساعد من التخلص من القلق والتوتر بعد الاقلاع عن التدخين وبكده نكون وصلنا للهاية الفيديو بتاعنا النهاردة اللي شرحنا فيه بعض الاطعمة والمشروبات التي تساعد على الاقلاع عن التدخين ولا تنسونا من دعمكم فضلا وليس امرا لو عجبك الفيديو اشتراك في القناة وشارك الفيديو عشان الكل يستفاد وضمتم بالصحة وسعادة دائما والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وانتظرونا في فيديوهات جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة